اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أشهد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بتخصيص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين مهنئا سموه سعادة وزير الخارجية ومسؤولي الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بهذه المناسبة التي تأتي تأكيدا لما يوليه جلالته من اهتمام كبير بالعمل الدبلوماسي نوح سموه بما تشهده وزارة الخارجية من تطور مستمر بما يبدله سفراء مملكة البحرين من جهود كبيرة في تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين ورعاية مصالحها في الخارج وتعزيز علاقاتها مع الدول الشغيقة والصديقة ودعم مكانتها الإقليمية والدولية أكد السمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين كانت وستظل قائمة على الاعتدال والانفتاح والتفاعل الإيجابي والتواصل البناء والحرص على مد جسور الأخوة والصداقة والتعاون مع الدول الشغيقة والصديقة بما يعزز المصالح المشتركة تنفيذا للتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أي ده الله ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معربا سموه عن تقديره لدور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج ولجميع منتسبي وزارة الخارجية متمنيا لهم دوام التوفيق من جانبه أعرب سعادة وزير الخارجية ومسؤول الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج عن خالص شكرهم لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على استقبالهم بمناسبة احتفال الوزارة باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين وبالغ تقديرهم لما تلقاه وزارة الخارجية وجميع منتسبيها من دعم واهتمام من سموه